السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه ان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض فيديو جديد هنعمل طريقة ورق العنب بطريقة حلوة قوي بس اهم حاجة بتنسوش الاشتراك في القناة وتعموني لايك من فضلكم عشان الفيديو يعلم عنا ده ورق عنب ده ربع كيلو انا بس هخسله كده غسلة لطيفة بسيطة يعني احنا كده كده مسخنين ماية ما قطعين فيها شرايح لمون وهتحطي ورق العنب وتطلعيه على طول بالضبط دقيقة يعني دقيقة واحدة وتطلعيه شرايح اللمون مهمة جدا جدا في السلق طبعا المقطع تشال مني كالعادة فمعليش اعذروني بقى قطعي شرايح اللمون وتحطيها في المية بتاعت السلق وعليها شوية زيت خفاف جدا عشان يديني لمع الورق العنب بتاعي واللمون عشان هو ما يأكسيتش معيك ودونه يسود تمام قطعنا بقى القوت عشان نعمل التسبيكة التسبيكة دي لمحشي كمية كبيرة مش للربع كيلو الورق العنب تمام ده بصل طبعا احنا مقطعينه وشوية زيت محترمين يعني المحشي بيحب الزيت على فكرة اكتر كمان من السمنة طبعا بتحطي معها حتة سمنة معلقة يعني عندي دول تلت كياس من الصلصة بس لو احنا نعمل نص كيلو مثلا ورق العنب هنحط كسين بس لان انا عاملة كمية محشي محشي تاني هتشوفوه برضو معاكو في الفيديو ان شاء الله نزلت الاول بالصلصة بتاعتي سبكت كده زي ما انتم شايفين انا كده ما ما جرتهاش ولا عملت اي حاجة انا بس نسرعها لكم في سنيتها على طول بتلاقيها ايه احمرت معاك كده تسبيكة بس خفيفة يعني وبعد كده هنزل على طول بالقوطة بتاعتي لو هتعملي نص كيلو مثلا هو بياخد معاكي نص كيلو قوطة والكسين الصلصة اللي قطلت لكم عليهم او معلقتين صلصة ده بقى ملح وكمون وفلفل وكزبرة فلفل اسود طبعا وكزبرة ولو انت عايز تحطي بوهارات محشي مقدرش اقولكو هي جميلة قد ايه بجد يا جماعة جربوها بشجعكم من قلب اللي انتو تجربوها بتحسي انها بتعلي الطعم بتعورق العنب بتحسي انت التكليف محل فخمي محل شيك التواب اللي بقى زي ما قلنا دي حاجة حسب الكمية اللي انت بتعملي بيها يعني مقدرش انا حطت طبعا عليها شطة ولسه شطة حمرة ولسه حطت طبعا عليها شطة ديني بس احط شطة رومي بس لما تتسبك نص التسبيكة ايه تسبكت كده نص التسبيكة مقطع عليها فلفل رومي زي ما انتو شايفين ولو عايزة تحطي شوية كده حراء تمام دول تلت فصوستهم كبار انا دقتهم وحطتهم في نص التسبيكة يعني نص التسبيكة بالضبط بي تتسبك نص التسبيكة وبعدين احط فيها الفلفل الرومي المقطع الفية والتومي المقطع الفية وبعد كده تحطي شوية خضرة زي ما انتو شايفة كده دي مش الخضرة كلها احنا لسه احنا بس بمطعم التسبيكة بتاعتنا التسبيكة كده تسبكت خالص ومبقاش فيها مية وده اللي انا محتاجاها ما تنسيش اللايك من فضلك يا جماعة عشان يعليلي الفيديو ده طبعا كمية رز كبيرة وانا شيلت شوي التسبيكة على جنب عشان بحطها في الارضية بتاعت الحالة اللي احش فيها ورق العنب او اي محش انت بتعمليه بتفرق في اللون بتفرق في الطعم بتفرق في كل حاجة بتقطعي بقى عليه بصلاية ولو انت عندك هنا في الوقت ده عندك دبس رمان حطي معلقتين تمام؟ وتقطع عليها بصلاية نية زي ما انتو شايفين كده دي بقى اللي هحط فيها ورق العنب فبحط في الارضية بصل وهقطع قوطة وحط طواب الملح وفلفل اسود وشوية خضرة اساسي اساسي ملح بسيط خالص اللي فاتت دي كانت بتاعة المحشي الكبير بس هي جات غلطة في الفيديو سامحوني بقى المونتاج والله بياخد وقت طويل جدا جدا فاللي فاتت دي كانت بتاعة الحلة بتاعة المحشي كرومب دي بقى بتاعة المحشي بتعور العنب احنا بقى مبيناش اجربة عن بعد زي ما قلتلكو فلو غلطت غلطة بصة زي كده عدوها يعني على ذيك الخلطة دي تحفة جدا جدا يعني فعلا بتدي طعم التسبيكة بقى لانا قلتلكو شيلوا شوية التسبيكة حطوها على جنب هنحطها بقى دلوقتي فين في قلب الخلطة دي وبعد كده هنروس عليها المحشي بتاعنا بدعك هنبقى دعك هي وكده عشان ينبصل مع الملح شوية ملح ببصات خالص والتسبيكة هي عشان بس ينازل المياه بتاعته وتندمج كله مع بعضه لانك لما تحطي الشربة عليها دلوقتي ما قوليكيش بقى على الطعم ده هيطلع عامل ازاي بسبب شوية الحاجات اللي احنا حطيناهم دول بصي بقى تحشيها ازاي هتجيبي السطح الخشن زي ما انتو شايفين ببقى فيه عروق خشن كده واضحة زي ما انتو شايفين وهتحط فيها شوية الارز على حسب انت عايزة الصبوع تخين ولا رفيع زي ما انتو شايفين كده بتقفل الجناب وبتمشي كده على طول بتلمي بس الدنيا عشان شكل الصابع بقى شكله حل بصي بقى الجمال تحفى عايزة تخلي خلي بالك ان الصبوع دلوقتي بعد شوية لما تستوي هيدخن شوية كمان فانت لو عايزة ترفعي اكتر من كده رفعي هتقللي فيه كمية الروز ده واحد تاني هون حاول تخلي كمية الروز وكلها قد بعضها عشان الصابع تطلع الى حد الماشى بها بعض بصي مفيش اسهل من لف ورق العنب الحتة اللي فيها اللي بتلمع خليها الفوق يعني بتبقى نعمة خليها هي الفوق وتلفي على الجانب الخشن حطت عليه شرايح اللمون وانا بسوي هشيل شرايح اللمون طبعا لو كنت عاملة محشي متنوع فبوريها لكم يعني انا عاملة برضو محشي الكرومب لو عايزين تشوفوا طريقته هتلاقيها برضو على الخناة دي هنا انا بعمل اللحمة بتاعتي وبعمل الشربة بتاعتي بقطع عليها بصل وبقطع قوطة ولو عندك صلصة معلية صلصة ممكن تحطي عشان تخليلك الشربة بتاعتك لونها الى حد الماء حامرة كده شوية مش يبقى لونها مجهر كده ولونها مش لطيف هتحطي قرنفلفل لو انت بتحبيها حرقة شوية ممكن تحطي قرنفلفل حرق بس انا بحب الرومي عشان عندي اولاد وكده فبينفعش تبقى حرق فصتوم تقطعي برضو ملح وفلفل اسود وكمون وشوية كوزبرة صغيرين طبعا مش هحط ملح دلوقتي عشان دي لحمة قربي ما تستوي ان شاء الله هحط لها الملح بتاعها حبهان بفتح يعني انا بحبش حبهان قوي فبفتح القلب بتاعها وبطلع كام واحدة اللي فيها عشان تديني ريحة اكتر يعني وطبعا ورق لوري ولو عندك مستيكة يا سلام عندك جوز تطيب طبعا هتبقى هيلة جدا بس انا مش بحب المستيكة ومش بحب جوز تطيب عشان كده مش بحطها كده بقى هنزل اللحمة بتاعتي وهدعك الخلطة دي باللحمة وبعد كده هولع نار على نار هادية جدا عشان اللحمة تنزل كل الميا لما تنزل الميا اللي فيها هترجع تشربها مع الخلطة فهتخالي طعم اللحمة بتاعتك تحفى الكمون والتواب اللي انا حطتها حطتش وايز غيرين لسه حط تاني ان شاء الله لما حط الشربة متكتريش بقى الشربة هنا علشان معجينش معاكي يعني خلقيها تحت الصف اللي تحت زي ما انت شايف كده الصف الاولاني كله مش طايله الشربة واول ما تغري هتلقيها طالتها على طول عشان يطلع معاكي مظبوط انا هشير اللمون ومش هعملو بيها مش هسوي بيها بصوا بقى الجمال بيلمع ولونه فاتح على فكرة لونه افتح من كده هيبان دلوقتي مش عارفة بقى نشلت اهي بالظبط كده لونه افتح من كده وحتى تاني يوم بعد ما اكلناه كان برضو لونه فاتح جيد ومحش الكرومب ومحش الفلفل كانت تحفة والشربة زي ما انتم شايفين طبعا الشربة بعد اللحمة ما بتقعد شوية في الخلطة بتاعتها بتزودلها مياه سخنة بصي الشربة جميلة ازاي لونه حلو والطعم بتاعتها حلو واللحمة بتاعتك مش مسلوقة بل بالعكس ده طعم ليها طعم بسبب الخلطة اللي احنا عملناها هتسيبيها فيها حوالي ربع ساعة بصي قلبها فاتح ازاي ولما المياه بتاعتك تبقى سخنة وتنزليها عليها هتديك لون حلو قوي او طعم تحفة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته